تحية طيبة لكم نهار اليوم كانت الأجواء خريفية مستقرة عموما في معظم مناطق المملكة وفي عمان كانت العظمى حوالي 25 درجة مئوية مع ظهور لغيوم عالية والآن الأجواء لطيفة وغالبا غائمة مع حوالي 19 درجة مئوية وحركة الرياح تكون شمالية شرقية خلال هذه الليلة تنخفض أكثر لتصل إلى 14 درجة مئوية وهي أعلى من الليالي الماضية والأجواء تكون غائمة جزئيا بغيوم على ارتفاعات مختلفة وحركة الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لنهار الغد تكون درجات الحرارة مرتفعة كما نشاهد هي 25 درجة مئوية وهي أعلى من المعدلات أيضا تكون غائمة جزئيا وحركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتنشط في المناطق السحراوية والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد في أربد 12 وفي عجلون 13 مئوية مع ظهور لغيوم غدا حوالي 25 درجة والمفرق تسجل 28 مئوية 15 في كل من السويلح والزرقاء و17 في شرق عمان غدا حوالي 28 وهي فعلا أعلى من المعدلات وغرب عمان كذلك الأمر 28 درجة مرج الحمام 14 ومادب 11 غدا 28 في وادي الموجب والبحر الميت أجواء حارة نسبيا 132 مئوية 13 هذه الليلة في الطفيلة وتسع درجات في الرشادية في معان 13 غدا حوالي 31 في وادي رم والعقبة تكون 32 درجة 14 في الصفاوي خلال هذه الليلة أرويشد 10 درجات وغدا في الأزرق حوالي 29 مئوية والصفاوي غدا 28 درجة مئوية إذن لنهار الغد درجات الحرارة مرتفعة أكثر لتصل إلى 25 درجة مئوية أجواء أكثر دفئا من المعتاد وليلا تنخفض إلى 16 درجة مئوية تستمر هذه الأجواء خلال يومي الأحد والاثنين كما نشاهد نفس درجات الحرارة خلال النهار فتسجل 26 درجة ليوم الأحد وليوم الأثنين 25 مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة وليلا تنخفض إلى 15 درجة ليوم الأحد واليوم الأثنين تنخفض أكثر إلى 13 مئوية